هاي صبايا انا سارة اليوم عزيزاتي بهذا الفيديو رح نتعلم مع بعض كيف نزيد من طولنا من سانتي لسانتيين بعد سن البلوغ لكن عزيزاتي قبل ما نتعلم هاي الطريقة بدي اياكي اول الشي توقفي على الحيط عندك بالبيت وتسألي ماما اذا بتعطيك اذن او اذا انت كنتي الماما مو مشكلة تعملي خط لطولك مشان ترجعي بعد 15 يوم حتى تشوفي مستوى الطول كيف زاد سانتي او سانتيين وتكتبينا تحت بقسم التعليقات تحت تسهل علينا معرفة النتيجة بهذا الموضوع سو اليوم عزيزاتي رح نحكي عن ثلاث مناطق بجسمنا اذا عرفنا نعمل لهم التمرين المناسب رح يرزيد ارتفاعنا على الاكيد باذن الله الجزء الاول بجسمنا هو الرقبة الرقبة فقرات الرقبة لما بتقعدي على التليفون لساعات طويلة لما بتقعدي على اللابتوب لساعات طويلة فهي الفقرات بتنزل على بعضها بيصير في انضغاط بالغضاريف عدا عن انه شوفي هلا انا لما بعمل هيك مو متل لما بعمل هيك بتجي رقبتك للأمام ايمت بتعرفي انه انتي في عندك غلط بالرقبة لما بتكوني عم تعملي تمرين وبتجي رقبتك هيك معنات انتي في عندك غلط بفقرات الرقبة احلى تمرين لحتى انك تساعدي على انه الطولي من ارتفاع رقبتك هو رقبة تمرين رقبة تديك مو بس لحتى انك تزيدي من ارتفاع الرقبة لكن ايضا المعالجين الفيزيائيين بينصحوا بهذا التمرين اذا كان في عندهم الاشخاص انقراس بفقرات الرقبة تمرين رقبة تديك هو انه بتنزلي هيك انتي هيك رقبتك وبتحاول تحسي كأني في حدا عم يشدك من راسك لفوق وترجعي بدون ما ترفعك تأفيك تطلعي لفوق وبتنزلي تطلعي لفوق وبتنزلي عملية 3-4 دقايق كل يوم كل يوم صدقيني رح ترتاح كتير رقبتك اذا كان في عندك قلم بهذا التمرين عزيزاتي اول شي بنحط ايدنا تحت المؤخرة لحتى نقدر نسحب راسنا لفوق كأني في هيك شي عم يشدنا من راسنا اذا كنتي قاعدة على الكرسي حاولي تمسكي الكرسي من تحتك وبدون ما ترفعك تافك تسحب راسك لفوق كأني حدا عم يشدك من فوق الشغلة التانية المنطقة المهمة هي الجزع اللي هو الضهر والصدر والبطن عضلاته ننعرف كيف نقدر نفتحها لحتى نزيد من ارتفاع منطقة الجزع العمود الفقري نحنا بنعرف تدوير للعمود الفقري بيزيد من انقراس الفقرات فنحنا دائما نحاول ننتبه بنحط كتاب على راسنا هيك لحتى انه نقدر نجلس من وضعيتنا هي اول الشي قد ما عملتي تمارين رياضية لحتى انك تفتحي عضلات الظهر والكتاف ما حتقدر تستفيدي اذا ما قدرت يتخل الى نفسك عادة انه تشدي ظهرك اذا ما قدرت يتخل الى نفسك عادة خليكي هيك بالبيت خليه الى نفسك العادة وبعدين حاولي تقوي هاي المنطقة بالتمارين المناسبة اكتر الاوقات بيكون الصدر مسكر على بعضه فبتعملي تمارين فتح عضلات الصدر وكمان في شغلة بيكون عضلات الظهر مرخية اوكي من طويلة قدمة برامتية هيك للامام بتعملي تأوية لعضلات الظهر حطولكم الرابط تحت الشغلة الثالثة ايطالة لهاي المنطقة تمرين عكس لاسوأ قاعدة يومية ممكن نقوم فيها كلياتنا اللي هي تغيير شكل العمود الفقري نحن شكل العمود الفقري عنا على شكل اس فلكن منحاول كلياتنا نعمله على شكل سي بتمرين رفع الكتاف اهم الشي انه كوعنا يكون على الحيات مسنود ومحازات الكتف يعني انا ما بنزل كوعي لتحت هيك لا هذا غلط بدك ترفع كوعك لمحازات كتفك بتمرين سحب الظهر كمان تخيلي انه الكوع فعلا ما ينفصل عن الحائط يعني مو مهم انك ترفع يديكي لفوق لكن مهم انه الكوع يكون فعلا مسنود على الحائط طول الوقت اما بتمرين فتح عضلات الصدر الاصبع الكبيرة لفوق وفتحنا بهاي الطريقة بانه نرجع يدينا لورا انتبهي انه رقبتك مات قدمية لقدام كتير ياس تمرين عكس الظهر من التمارين المفضلة عندي اعشقها لاني فعلا بتحسي بالراحة تماما بعد هذا التمرين الشغلة التالتة والاخيرة هي تطويل منطقة الرجلين تمارين الاطالة اكثر من رائعة بعد كل تمارين البنت اللي بتعمل سكوات بالاسقال وبدأت تصير طويلة بتقصري مو الشكل كل ما عرض بتقصري العضلات بتدخن بتروح على عرض وانتي ما عم تعملي وراها تمارين اطالة بيعطيكي شكل اقصر فتمارين الاطالة جدا حلوة للفخدين وبالاخص للاشخاص يلي بيلبسوا كعب عالي فبتلاقي مشيتهم مائلين هيكلة الامام انه ما بيحسوا حالهم وبيقصر عندهم الهامسترينج بيطول عندهم الكوادريز فبيصير في خلل عملي اطالة لعضلات الفخد الخلفية وحاول دائما لما تنتكعب انتبهي على مشيتك انك تكوني مانك مايلي للامام اوكي عزيزاتي تمرين الكوادريسيبس العضلة الامامية للفخد هي جدا مهم وبالاخص الصبايا اللي بيصير في عندهم كبر بسهولة لهي المنطقة فبيصير عندهم الشكل السمين بالفخد او الشكل الاصطير جدا مهم تعملي اطالة كمان بهذا التمرين عم نعمل اطالة لعضلات البطن وعضلات الهيبفليكسرز الهيبفليكسرز هن اللي بيسبب بيكونوا قصيرين اثناء الجلسة اهم شي يكون الكعب على مؤخرتك تماما لحتى ما تأذي الركبة اما بتمرين الهامسترينج طبعا انا ما بديكي تيجي كتير لقدام او تقدري تمسكي صباعة رجلك مثل ما انا ماسكت هون لا فيكي تحطي ايدك على ركبتك او على فخدك وين بتكوني مرتاحة اهم شي ما تسببي ضغط على الظهر هذا كان كل شي لليوم اذا عجبك الفيديو لا تنسي تعملي اللايك والاشتراك بالقناة اذا كنت مشاهدة جديدة حبكم كتير وشوفكم بعدين اشتركوا في القناة